أهلا بكم أطلقت عليها أموك السوم آيكونة رقص الشرق الرقصة نعمة مختار اقتحمت علم التمثيل وشركت في واحد من أجرع الأفلام وتم منع من العرض وتقدمت للمحاكمة بعد ما رأست بالمصحف مشاكل كتير في حياتها ده اللي هنعرفه في الفيديو بس قبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل الأشعارات يلا بينا ندخل في التفاصيل نعمة مختار اشتهرت بدور خطفة الرجالة في السينما بس كمان عملته في الحقيقة لأن كل زجتها من رجالة متجوزين ومنهم الفنان محمود المليجي اللي ارتبط بيها رغم أنه كان مرتبط من الفنانة علوية جميل اللي لما عرفت بالحكاية أجبرته أن يطلقها وقعت منهم مشاكل كبيرة جدا كمان ارتبطت نعمة مختار بالمخرج نيازي مصطفى بس الموضوع هنا كان مختلف شوي لأن امرأة الفنانة كوكا اللي اشتهرت بدور عبلة فيلم عنضر ابن شداد هي اللي طلبت من جوزها أنه يرتبط بواحدة تاني لأنها ما كانتش بتخلف وقع الاختيار على نعمة مختار وطم الانفصال بينهم لأنها كمان مخلفتش آخر زجاتها بقى كان من زابط شرطة جرائة نعمة مختار هي اللي خليتها تشارك في أفلام جريئة جدا زي فيلم حمام الملاطيل اللي اتمنع عرضه بسبب ما شاهدوا الجريئة وكمان شاركت في فيلم صرصرة فوق النيل وكان دورها غاية في الجراءة والمشكلة اللي وقعت فيها نعمة مختار وهي لما رأست بالمصحف كان عندها سلسلة كبيرة على شكل مصحف بترقص بيها ورفضت أكتر من مرة أنها تقلح وده أصار غضب ناس كتير فقررت الرقابة تقدمها للمحاق ومنعتها من الرأس ورأي الرقابة كان ما يصاحش أن واحدة ترقص وكلام ربنا يتهز على جسمها وهي بترقص وبتتميل قدام الناس الموضوع ده في الوقت ده عمل ضجة كبيرة جدا نعمة مختار اعتزلت الفن وبنت مسجد كبير وقالت أن فلوس المسجد ده بعيد عن فلوسة الفن وكلها حلال رغم اعتزلها للفن قالت في مقالة صحفية أنها مش ندمانة على الرأس لأنها كان بتعمل كده عشان لقومة العيش الغريب في قصة حياتها أن اللي اكتشفت موهبتها في الرأس هي نظرة المدرسة بتاعتها اللي كان بتدرس فيها وكمان كان بتاخد الدرجات النهائية وابتحضرش الحساس وده كله عشان موهبتها ورغم كده طفلتها كانت قصية جدا لأن أبوها واموها كانوا منفصلين وكمان نعمة كانت عايشة مع أبوها وبعدين أموها أخدتها بدون عن ما أبوها وثابتها فترة مع صاحبتها الناس افتكرت أن الست دي أمها لحد ما استكرت في القاهرة عند أمها وابتدت تشق طريقها في المجال اللي اختبعته والحد هنا نكون خلصنا الفيديو لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل الإشعارات وتكتب اللي رأيكم في القومنتات قبل ما مشي أسيبكم فرعة الله باي باي